اما فيما يتعلق بهذا السؤال عن الموتى المسلمين في هذه الديار في الأحوال التي نعيشها الآن فأحيل على فتوى المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة هذه المؤسسة العظيمة التي يرأسها فضيلة شيخنا العلامة الشيخ طاهر تشغان حفظه الله وقد بيّن فيها أن الدفن يكون في البلد الذي يتوفى فيه الإنسان إلا إن ترك وصية من أجل أن ينقل إلى بلده الأصلي مثلا في حالنا أن ينقل إلى المغرب فهذه الوصية يعمل بها قدر المستطاع فما دامت الظروف والأحوال لا تسمح بنقله فيدفن في البلد الذي مات فيه حفظا لصحة الناس وللمصلحة العامة والأرض كما قال العلامة لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله فالإنسان المؤمن حيثما دفن فهو مرهون بعمله نرجو الله تعالى أن يحسن عاقبة الجميع وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب شكرا